لاحظت ان الفترة الاخيرة بالاخص فيديوهات كيو ناب الناس مش محبزة الفكرة يعني انا الا هستفاده من جهاز زي ده تمن واحيانا ممكن يعدي تمن جهاز جيمينج بكارت ارتي ايكس 2060 ده من غير اي وحدة تخزين داخلية ما بالك بقى ان فيه اجهزة ممكن سعرها يوصل لسعر جهاز فيه بروسسور تريد ريبر مثلا من حيث السعر وده من غير برضه اي وحدة تخزين داخلية وخلي بالك ان فكرة النتورك اتتشد ستورج نفسها ككونسبت كبير مهم جدا في الشركات الكبيرة حجما وتعاملات ولو مثلا شايف ان هي مش مهمة مكانتش الشركات زي سي جيت مثلا بتدعم الكونسبت ده بهاردات حجمها يوصل ل 16 طير ابيت بسلسلة خاصة بالليفل ده من الشغل ومش بالضرورة انك لازم كشركة يكون اللي سكيل بتاعها كبير ممكن شركة اللي سكيل متوسط او صغير او حتى تستخدمه بصورة شخصية ده طبعا في حالك كونك كونت انت كرييتور زينا وعند النقطة دي خليني احكي لك قصة لطيفة حصلت معايا من كام يوم او مش معايا انا بصورة شخصية بس انا كنت متورط فيها اللي حصل ان فيه يوتيوبر مشهور جدا بدون ذكرى اسماء حصل معاك القاتل الطبيع جدا انه حاطت الداتا اللي بيشتغل بيها من ماتيريالز وفيديوز على هارد داخلي فجأة الجهاز بطئ بشكل غير طبيعي مع انه فيه اس اس دي بي سي اي اكس بريس وبروسيسور ثريد ريبر رامات 32 جيجا كوادد شانال يعني جهاز حيوان في المونتاج واسفجأة نام وصحي لقى الجهاز بطيء جدا بس قال لي يا مصطفى انا مش عارف اخش على الماتيريال اللي على الهارد ده ومش عارف اكرييت اي فولدر جديد ولو اتعمل الفولدر ما بعرفش ااكسس الفولدر ده جيت عملت شوية تغييرات غيرت كابل الساتا غيرت مكان الهارد الوضع فوضل زي ما هو ما فضلش الا اني اشيل الهارد ده خالص شلت الهارد غيرت بهارد تاني الجهاز رجع لوضعه الطبيعي يقل من المفترض اتجمع عليه اخدت الهارد اللي كان فيه مشكلة ركبته في جهاز تاني حصلت نفس المشكلة بالمليا الجهاز بطيء جدا مش عارف اكس الداتا لعالهارد مش عارف اعمل داتا جديدة على الهارد نا واضح كده ان الهارد فكر من نفسه انه يجيله بات سيكتور بات سيكتور تقيل شوية لدرجة ان مفيش فولدر واحد كان ينفع يتقري منه الداتا طيب نعمل ايه الداتا اللي موجودة لا تقدر بتمن اه هتتعامل تاني بس هتاخر شغله يوم كامل وده صيف وموسم وباقي كده المهم انك اللي عارف تتخمي مين هو اليوتيوبر ده اقول لنا تحت في التعليقات خدت الهارد اشتريت منصة سي جيت ريكوفر سويت اللي اتكلمت عنها في حلقة قبل كده فاتت اللي هتظهر لك من هنا والحمد لله ادرنا لنجعله الداتا المهمة جدا بس استنزفت يوم كامل بسبب البات سيكتور طبعا كان اول اكتراح اننا عشان نحل المشكلة دي او عشان نتلافى المشكلة دي فيما بعد اننا نعمل لك وحدة تخزين مركزية اي حد عندك ليه اكسس عليها بما ان عندك اكتر من جهاز بيشتغلك في نفس الوقت هيكون عندك جهاز واحد يشلك الداتا دي كلها وتقدر توصل لها باسهل طريقة عن طريق الشبكة المحلية وممكن توصل لها من برا شبكتك المحلية جلوبالي يعني بس احنا عندنا هنا نتب عافية شوية فخلينا في الشبكة المحلية بس ده حل قديم احنا عاوزين الجديد عاوزين حاجة اسرع من اللان ما تحتاجش سويتشات وحورات انا عاوز حاجة بلا جنبلاي وفي اللحظة دي بيحضرني حاجتين اول حاجة الجهاز اللي وراي ده التيفي اس 472 اكس تي وحاجة كنا اتعرفنا عليها في حلقة فاتت في البداية انا مش اقول لك ان النسخة اللي معانا من جهاز كيونة بسعرها 1125 دولار من غير اي هارد فيها بروسيسور انتل من الجيل الثامن بانتيام جولد جي 5400 تي باتنين كور 4 ثريد وبشتغل ع ترده 3.1 جيجا هارد ومش اقول لك ان استخدام منصة انتل بيديك ابليكيشنز كتير جدا من كيونة او من غير كيونة وانترنال جي بيو انتل يو اتش دي 610 اللي هيديك في الواجهة الخلفية واحد اتش دي ماي 2.0 يقدر يخليك تشتغل على الجهاز بشكل مباشر كأنه كمبيوتر تاني بس بس سيستم مختلف حبيتين وميزات مختلفة شوية على دقة عرض 4K 60 هرتز دي تنفعك لو انت عاوز تارد ماتيريالز مسلا للفيديو جرافر على الشاشة على طول من غير النقل وما الى ذلك الواجهة الخلفية من الجهاز اللي فيها الـ غنية بعدد كبير جدا من البورت اولهم اتنين تاندر بولت 3 بورت واحد لان عشرة جيجا بيت زي معظم اجهزة كيونة باللي اتكلمت عنها في الحلقات اللي فاتت اتنين لان كل واحد فيهم واحد جيجا بيت ممكن تشتغل على اتنين في حالة ان واحد واحد تاني يقوم مكانه اربعة يو اس بي كلهم يو اس بي اتنين طيب اي واتنين طيب سي بسرعة نقل توصل لعشرة جيجا بيت الواجهة الامامية من الجهاز فيها اربع اماكن للهارضات التلاتة ونص بوصة زي الايرون والف ركومندت جدا انك تستخدم النوعية دي من الهارضات عشان الدعم من منصة ايرون والريد اللي هي اساسا اساس منصات كيوناب وممكن تستخدم مكان الهارضات التلاتة ونص بوصة لو البودجت بتاعتك تسمح تركب اس اس دي اتنين ونص بوصة في الاربع اماكن تقدر تقفل اماكن الهارضات او اماكن الاس اس دي بلوك عشان محدش يقدر يوصلها او يفكها بسهولة ويعطل لك الدنيا ولو حصل المنصة بتدعم خاصية الهوتس واباويل لتقدر تخليك تشيل وتركب الهارضات والسيستم شغال والداتا ما يحصلهاش اي حاجة زي ما احنا في الوجهة الامامية هنلاقي شاشة بتعرض لك حالة الجهاز وكل المعلومات اللي عاوز تعرفها عن الجهاز بدون اكسس عليه بطريقة مباشرة او عن طريق البراوزرز واخيرا عندك زرار الباور وبرت واحد اليو اس بي سري بوينت تو جانوان وزرار اليو اس بي كوبي اللي هيخليك تنقل الداتا من فلاشة او هارد اكسترنال للكيوناب عن طريق البورت ده بدغطة واحدة مش محتاج تخش على الجهاز وتنقل بنفسك انت كل اللي هتعمله هتزبط الاعدادات مرة واحدة بس من حيث هتعمل ايه بالزبط وهتنقل الداتا فين وخلص الكلام اخر مواصفات الجهاز الرمات النسخة اللي معنا هي لقل بسعر 1125 رماتها اربعة جيجا عندك كامل الرفاية فانك ترفع الرمات لحد اتنين وتلاتين جيجا في وضعية دولة شانل يعني كل رمات ستاشر جيجا بايت ومش دي النقطة الوحيدة في التحديث انت عندك هنا اتنين PCI Express تقدر تركب فيهم اي حاجة زي كروت 10 جيجا بيت تانية او كروت ثاندر بولت تانية او كارت لان 40 جيجا بيت ومن النقطة دي عاوزك تسيبك من كل الكلام ده وتركز معايا جامل في اللي جايب انا قلتلك من شوية على الموقف اللي حصل مع اليوتيوبر ده كان ممكن يكون الكونسبت بالنسباله حل ويعفيه من عطلة يومين اليوم اللي الهارد كرر يبوس فيه واليوم اللي الداتا كانت بترجع فيه ولسه ايل كمان من شوية ان الجهاز اهم مميزاته انه جاي باثنين ثاندر بولت تري الواحد فيهم بيقدر يقدر يقدم معدل نقل بيانات في الثانية الواحدة 40 جيجا بيت اي ما يوازي 5 جيجا بيت من الملفات في الثانية الواحدة يعني لو ملف حجمه 10 جيجا بيت ثانيتين هيكون على الكيوناب او على الجهاز الشخصي بتاعه خلي بالك ان الموضوع مش بالسهولة دي وكيوناب عارفة كويس كده عشان فيه عائق واحد قدام السرعة دي 50 ميجا بيت في الثانية الواحدة لو افترضنا انك هتجيب 4 هاردات وتحطهم ريت زيرو وده مش المحبب بس افترض معايا السرعة مش هتكسر حاجز 800 ميجا بيت ودي سرعة مش كفاية ابدا عشان تستخدمها مع الثاندر بولت يبقى ما فضلش غير القادر الاس اس دي بس من وجهة نظر رأس مالية بحتة الاس اس دي مساحة تسوي الهاردات مش موجود نهيك عن انه مربوط بحد معين من كتابة الداة نهيك كمان عن ان السرعة اضعاف مضاعفة من الهاردات واغلى ده في حالة اننا لقينا اس اس دي بنفس الحجم وحتى لو جبتوا اربعة اس اس دي ساتا وحطتهم ريت زير وده مش محبب في عملية حفظ الداة مش هيعدي سرعة الاثنين جيجا بيت في الثانية الواحدة سواء كتابة او اراية يبقى ما فيش غير الام دوت تو الجهاز ده في اثنين ام دوت تو بي سي اي اكس برس اكس تو ودي تاني اهم حاجة بعد الساندر بولت وطريقة تركيبهم لذيذة جدا من غير المصمار الرفيع الرخم الغتت اللي ما يهمتش في مكان بس ده مش موضوعنا ولا موضوعنا حتى ان انت محتاج تكون ايدك رفعيعة عشان تعرف توصل للمكان بس مش مشكلة على الان يعني مفيش مصمار هيهرب منك فانا عشان اجرب السيناريو ده واشوف قد ايه هاخد سرعة جبت اثنين اس اس دي ايه داتا اس اكس ثمانية امتين برو وحطتهم هما بس في الجهاز لوحدهم وعملت ما بينهم ريت زيرو عشان اجمع بين سرعات الاثنين اراية وكتابة ومساحتهم هيبقى التوتل بتاعها واحد تيرا بايت خلي بالك ان مش هستفيد بالسرعة كلها بتاعة الاس اس دي ده وده عشان ان البورت اللي متركب عليه اكس تو مش اكس فور طبعا السيناريو ده مستحيل شوية بس غرض التجربة اني اضمن ان الواحدة نفسها ما يكونش عندها عائق قدام سرعة النقل وهستخدم ماكبوك 2018 فيه صندر بولت سري عملت عليه فايل واحد مساحته 50 جيجا بايت لبروجيكت حالة قديمة عندنا وصلت السندر بولت بين الماكبوك وبين الكيوناب الموضوع مش محتاج اي خطوات زيادة بلاج ام بلاي الهدف اللي احنا عايزين نوصله الكيوناب هيقرأ البورت وهيديله اي بي خاص بي عن طريق الاي بي ده هتقدر انك تأكسس الكيوناب وتستخدمه عادي جدا مش عاوز تحفظ الاي بي وتوجع دماغك بالكلام ده استخدم اكستنشن في كروم اسمها كيو فايندر الاكستنشن هتقرأ كل اجهزة الكيوناب اللي عندك على الشبكة وهتميز لك الثاندر بولت باسم خاص بيها واي بي مختلف شوية عن الشبكة الطبيعية بدأت اكسس الكيوناب وانقل الفايل متوسط السرعة اللي حقيقة كانت تقدر بربعمية ميجا بايت في الثانية الواحدة الفايل الخمسين جيجا ده خد ما يوازي دقيقة بالزبط في حاجة مش مزبوطة في الموضوع اكيد انت عرفت العقق فين وايه اللي حدد السرعة بتاعت النقل سرعة الاراية للس اس دي في الماك بوك كانت قليلة عن الثاندر بولت بس ما هياش سيئة خلي بالك كمان ان البروستسور ما هواش الواو قوي منافذ الامدوط تو ما هياش الافضل للس اس دي ده والاهم ان الرمات حجما كانت قليلة على عملية الاراية والكتابة وتشغيل السيستم في نفس الوقت ففي حالة انك ناوي تعمل خطوة زي دي لازم تكون حاطد في بالك المواصفات في الحزبان وتخلي بالك كمان ان ربعمية ميجا مش سرعة سيئة قوي اي نعم مش هيدي المطلوبة بس انت تقدر تنقل فايل مساحته 50 جيجا في ديئة واحدة او اقل ما بالك انك لو حققت كل الظروف من حيث السرعة هنا وهنا انت ممكن تنقل فايل واحد مساحته واحد تيرا بايت فار بعد ايه بس حاجة زي كده هتكون مناسبة جدا للناس اللي بتشتغل مونتاج بصورة مستمرة لان الاكسس على الداتا هيكون اسرع من انك تحط الداتا دي على الانترنال اتشي دي دي باركام فلكية فكجهاز من كيو ناب الجهاز ده بيقدم نقطة طلاق كويسة جدا ما بين الويندوز والماك وبيقدم كل البرتات السريعة من حيث 16 جيجا بيت والثاندر بولت الثاندر بولت نفسه بيقدم فاسيليتس كويسة جدا من كيو ناب زي اكسبانشن تي اكس 800 عشان تكبر مساحة المنصة نفسها عن طريق انك توصل الاكسبانشن بالجهاز او توصل اكتر من اكسبانشن لان خمسة جيجا بيت في الثانية الوحدة ده اسرع من الامدوز بيس اي اكسبريس سري اكس فور وزي ما قلت ان الثاندر بولت ليستخدامات كتيرة زي انك مثلا لو عندك ماك بوك مافوش لان وده الطبيعي جدا تقدر تستخدم الادابتور اللي تكلمنا عنه في حلقة فاتت وتربط الماك بسويتش عشر جيجا بيت زي اللي تكلمنا عنه برضو في حلقة فاتت ويبقى عندك نتورك سريعة تقدر تأكسس الداتا من عليها باعلى سرعة من اي مكان حتى لو خارج نطاق الشبكة المحلية ده في حالة ان شركات الانترنت رضيت عنا ودتنا اعلى من الخمسين ميجا بيت ده عشان لو انت مش عايز تقيد نفسك برضو بطول كابلة ثاندر بولت اللي ما بيزدش عن اتنين متر وتستخدم انترفيز سريعة لنقل البيانات مع اجهزة الماك فمعدل نقل الداتا عن طريق الساندر بولت سري خلينا نفكر في سيناريو مهم جدا لأي كونتنت كريتور عنده اكتر من شخص بيشتغل على البروجيكتس بتاعته ايه اللي يحصل لو جبنا الجهاز ده وحطينا فيه الهاردات في منظومة ريدل واحدة وخلينا الاس اس دي في منظومة ريدل واحدة يعني الكاشنج او تيرد ستورتج لمنظومة الهاردات الاساسية ووصلنا عدد اربع اجهزة بي سي في وقت واحد والاربعة شغالين على ماتيريال من على الكيو ناب مش من على الاجهزة نفسها لو تعرف قولي تحت في التعليقات وما تنساش لايك لو حلقتنا عجبتك سبسكرايب لقناة عرب هاردوير في حلقات فاتت ممكن تتفرج عليها لحد ما يجيلك نوتيفكاشن بالحلقات اللي جاية واشوفكم في الحلقة الجاية اللي هيكون فيها البروجيكت ده مش عارف امتى بالزبط بس يعني ان شاء الله هتكون موجودة سلام